يا اخرامي السلام عليكم. عليكم السلام. يا اخرامي. ايوة. شن نسيتني? من جيت لي خابر لبعدين. ايوة يا حبيبي. ايوة الاكارم المتصل الان الاستاذ علي رياض منسق اه 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 الولد البسكليتة اسمه ايه اسمه نسيت اسمه والله. الولد البسكليتة دوت الاول ابو الاختبارات علاء المهدوي. ابو الاختبارات علاء المهدوي ارسل ليه المنصق تابعة هوة الاستاذ علي. وانا اقول للاستاذ المحترم علي. علاء المهدوي ابو الاختبارات. هيدخل الان. يختار الموضوع الذي يريده. وله دع في الوقت خمس مرات. وهو الذي يتحدث اولا. تفضل. اجعله يدخل الان. وله دع في الوقت خمس مرات. اكمل لك. يلا. اكمل احتي. ايوة المناظرة جلي اولا تكون بالتوحيد ما بين السنة والشيعة. جميل جدا. المناظرة الان في التوحيد ما بين السنة والشيعة. وسيدخل الان والبث مليء بالالاب. وعلاء المهدوي له في كل مداخلة عشر دقائق. عشر دقائق. وانا يا عم فقط دقيقتين اثنين. شريطة. ان لا يسب برموزي. ولا يستهزئ برموزي. ويتحدث فيما يريد. هيدخل الان على المهدوي. له عشر دقائق. وانا اتعهد امام الجميع. ان لا اقطع الان الخط عليه. الان. له عشر دقائق. وانا دقيقتين اثنين. ويبدأ هو اولا. يتحدث في التوحيد. ويقول الاخطاء التي يعتقد انها عند اهل السنة. تفضل. دخلوا الان. الشيخ رامي. الشيخ رامي. انت اسمعني. نعم. اسا احتيلك. هاي حاتيته. وقال لي. تكون المناظرة بقناة طرف ثالث. قناة حقائق الاديان. لا لا ادخل الى قناة احد الملاحدة. ولا اعمل دعاية الاحد. شفتي بقى اتهرب ازاي. شفتي تهرب كيف انا دعهد امامي الجميع. امني لن اقاطعه. الاستاذ علاء ابو الاختبارات اللي كان بيختبر النساء الشيء. اقول لا تقول شعرك. تقول ادي ايش. ليش. عشان تكون مولية زينبية. كم طول شعرك. ودخل واعترف. وقال نعم. واعترف بذلك. علاء المهدو. اقول له. يا علاء. لك دع في وقتي خمس مرات. يا عم. يا عم انا اتكلم دقيقتين وانت عشرة. وادخل الان انت والمنافسك تبعك اهو. ادخل الان. ابدأ انت في الحديث. تكلم انت في التوحيد. وانا ساكت. تيلة العشر دقائق. وبعد ان تنتهي انا اتكلم دقيقتين. وكل مدخلة لك عشرة وانا دقيقتين. فاجعله يدخل. انا الان ارى الحل يا اخي الكريم. تتصل عليه وتدخله معنا في الخط الان. تفضل. شيخ رامي شيخ رامي. جالي اول اول شغلة. جالي المناظرة تكون باتشر سعب. لا لا لا. شفت بقى. بلا باتشر بلا مش باتشر بالله عليك. هيخش الان هوتي عم. منت لسا مكلمه. مكلمنا هوتي عم. هيخش الان. له دع في وقتي عشر مرات يا عم. يا عم انا اتكلم دقيقة. هو عشر مرات يا عم. انا اتكلم عشر دقيقة. اتكلم مية دقيقة. بس يدخل الان. يبدأ هو الاول. بعشر دقائق. الستاذ علاء بسكليتة. اللي لو لا السنتان في سجن الفتيان ما كان علاء بسكليتة. شفتو ايخو الله العزم يطلع في ويصدر كده هوت للطيلمان. يصدرها العيال في. وعرضت اكتب رامي عيسى وعلاء بسكليتة على اليوتيوب. بتشوف الفيديوهات عرضته. ليه الان يا عم داع في وقت عشر مرات ويدخل. اتصل عليه الان دخلوا الان ما بيننا. ادخلوا في المكالمة تفضل. ولو عشر دقائق. شيخ رامي. اولا. اولا. اولا المناظرة يازم ينعلن عنها. يا عم ما قول الان معلن عن المناظرة. مش كفاية بقى بالله عليك. الاول. المناظرة في حقائق القناة المنحد هذا. قلت لك لا هنا هوت. لا اولا المناظرة تكون باشير. قلت لك لا 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 يا عم احنا هنبدأ. لا المناظرة يعلن عنها. ليه يا عم ما كده كده تسجل. هو اصلا البث بتاعب بقى فيته اثنمائة شخص. انا عندي بتاعها اولا 4000 او 5000 شخص الان. هو يخش الان وكده كده يرفع المناظرة عنده على قناتي. انا ادخل على قناة حكائك الاديان ونظره. وبعدين ما جرفع المناظرة على قناتي. الولا الملحد سحب القناة حقائك الاجاندة. يقوم عامل ايه؟ يقوم بلغ على قناتي. اقوم واخد انظره تتسكر القناة. علشان واحد ملحد واحد بسكليتة. لا يا عم خليه يأتي دلوقتي يا علي. وله دعف وقت عشر مرات. شيخ راضي. دي التانيش ما تقبل. يلا اقبلت الان هوت وله دعف وقت عشر مرات. واختر موضوع التوحيد يتكلم عشر دقائق وانا يعمل دقيقتين اثنين. يلا ادخل علاء الان. والله خايف. انا عارف ان علاء لا يقوى على مناظرتي يا علي. شيخ رامي. بالعكس. بالعكس. تم دخلوا بالعكس يدخل الان معانا على القناة. دخلوا الان في المكالمة الان. لا ما يدخل هسة. لما يدخل هسة. ليه منصق علاء المهدوي ما يدخل هسة. ده انا عملت له عروض ولا ابو الاختبارات كان بيعملها للبنات اللي كان بيختبرهم. اكتبوا علاء المهدوي ابو الاختبارات. اكتبوا على اليوتيوب دلوقتي اخوة. ابو الاختبارات علاء المهدوي. وتلقوا فيديوهات كان بيختبر نساء الشيعة. اخوات نساء الشيعة دخلت عشان تشتغل معها. قال لا لا. لابد اعرف طول شعرك قد ايه. ووزنك. بيختبر ابو الاختبارات. بيفحص الزينبيات ومسمينه فاحص الزينبيات علاء المهدوي والله. انت اقول له الان انا موافق على مناظرته. وله ضع في وقتي عشر مرات. وانه اختار موضوع التوحيد هو اللي هيبدأ الان. تفضل. شيخ رامي. شيخ رامي. يا عم زقت منك كرهتين في اسريات كرهتين في اسمي. ده انت لو منصك للبي مرونيخ دوت كان زمانة خلصت. يا عم نجز يا عم بقى دخله الان في المكالمة يلا. وهيبدأ عشر دقائك. شيخ رامي. ما يريد. ما يريد خلاص روح يا عم انت وهو. ما انا عارف انه جبان والله. عارف انه جبان ولا يستطيع ان يقبل المناظرة. عارف ان علاء المهدوي جبان ولا يستطيع قبول مناظرة رامي عيسى لانه جبان. جبان ضعيف لا يقوى على المناظرة. وسيظل فاحس الزينبيات. علاء بيسكليتة. ابو الاختبارات مفضوح في كل مكان. ويعجز ان يقبل مناظرة رامي عيسى. انه جبان احزاني؟ عم نهولا